السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حابة ابنة الله وطالبات الشهادة الاعدادية الناس اللي بتبحث عن تنسيق الثانوي العام المرحلة التانية على القناة بفضل الله بينجب لكم كل جديد معنا النهاردة ان شاء الله 3 محافظات كمان يضافوا للمحافظات السابقة عشان يبقى عندنا كده 6 محافظات شباب نزلوا مرحلة تانية ان شاء الله النهاردة معدنا مع محافظة المنوفية والقاهرة ومحافظة أسيود طبعا الناس كتيرة بيقولوا يا مستر والاسكندرية وسهاج والشرقية والأليوبية كله ان شاء الله هينزل يا شباب الفترة اللي احنا فيها دي بفضل الله لان المرحلة الاولى خلاص او شاكت على الانتهاء ان التقدمات بتاعتها خلاص بدأت في ناس بتقدم وبدأت في بعض المحافظات تنتهي ويبتدي يعلنوا عن المرحلة التانية تعالوا نشوف مع بعض المحافظات التلاتة النهاردة نزلوا قد ايه كمرحلة تانية والتوقعات لباقي المحافظات ولو كنت اول مرة تشاهد القناة شرفني ونورني بالاشتراك ونستشفعي الجرس عشان ان شاء الله يجي لكل جديد وتشار الفيديو عشان غيرك يلا نخش على الفيديو ونشوف الجديد النهاردة ان شاء الله نبتلي بمحافظة المنوفية خفض تنسيق القبول بالثانوالعام بمحافظة المنوفية 2024 وافق محافظ المنوفية اللواء ابراهيم على النزول بمجموع درجات القبول للالتحاق بمرحلة الثانوالعام والرياضي للطلاب المنتظمين للعام الدراسي 2024 2025 من كم يا ترى؟ من 242 ل 239 يعني نزلت 3 درجات احنا على فكرة يا شباب كنا من حوالي 5 ايام كنا من نزلين مؤشرات على المحافظات المختلفة كم من ضمنهم المنوفية وكنا قلنا ان المنوفية غالبا هتقل 3 درجات وارجعوا للفيديو اللي من 5 ايام تمام كده يا شباب وكنا قلنا بفضل الله ان المنوفية 239 ده هيكون المرحلة الثانية وبالفعل ده حصل والمرحلة الثانية 239 بدل من 242 يعني نزلت 3 درجات نتمنى ان شاء الله انها تنزل اقل من كده في المرحلة الثالثة وتنزل لمتين 35 او 234 وعوضح البيان ان هذا القرار يشمل المدارس التي لم تكتمل كثافات الفصول بها على مستوى الادارات التعليمية بالمحافظة كما وافق المحافظ على النزول بمجموع درجات القبول للاتحاج بمرحلة الثانوي العام الخاص 225 من 225 لمتين وعشرين درجة والخدمات من 220 لمتين وخمستاشر درجة اعتقد ان النزول ده هيكون في مصلحة كتير من الطلاب الناس اللي هي كانت عايزة تخش ثانوي عام والموضوع فارق على نص درجة او درجة او درجتين او ثلاثة يدرد الوقت ان شاء الله يقدموا في الثانوي العام المحافظة الثانية يا شباب محافظة اسيوت خدت استنادي 243 وكنا متوقعين الحقيقة انها تنزل لمتين تسعة وتلاتين ولكن هي وصلت لمتين واربعين يعني برضو قلت تلت درجات والحقيقة ده كويس ويا في الغالب بتنزل بالتلات درجات السنة اللي فاتت نزلت برضو كانت مرحلتين بس نزلت تلات درجات السنة اللي فاتت والسنة دي نزلت تلات درجات نتمنى يا رب ان شاء الله يكون في مرحلة تلتة عشان الناس اللي مقدمتش تلحق تقدم يبقى اسيوت يا شباب وصلت لمتين واربعين درجة ده التنسيق الرسمي للمرحلة التانية في محافظة اسيوت نيجي بقى لمحافظة القاهرة يا شباب وطالما قلنا القاهرة يبقى ان شاء الله كلها ساعات ونبص نلاقي الاسكندرية اعلنت وكمان الجيزة ان شاء الله بأمر الله طيب نيجي للقاهرة القاهرة يا شباب كانت بدأ متين واثنين وثلاثين مرحلة اولى ونزلت سبع درجات ووصلت لمتين خمسة وعشرين درجة كمرحلة تانية والحقيقة النزول سبع درجات كويس جدا جدا ده هيتيح طبعا لحبيبنا الناس اللي ملاحقوش يقدموا في الثانة والعام يقدروا يقدموا عندك سبع درجات هيقبل طلاب كتير وان شاء الله متوقعين انها تنزل كمان مرحلة تالتة اللي ميكون هناك مرحلة رابعة في القاهرة السنة اللي فاتت نزلت القاهرة بمجموعة المراحل كلها عشرين درجة تمام كده هي دلوقتي نزلت كم درجة نزلت سبع درجات فقط فان شاء الله هتبقى فرصة حلوة للناس تقدم وان شاء الله متوقعين يكون فيه مرحلة تالتة وربعة بأمر الله تمام كده يا شباب طب ماستر بالنسبة للجيزة بالنسبة للجيزة طبعا يا شباب حتى الآن لسه ما نزلتش ان شاء الله متوقعين فيه الساعات القادمة تنزل الجيزة ومتوقع لها طبعا انها تنزل خمس درجات عن المرحلة الاولى هي كدت مرحلة اولى مرتين خمسة وعشرين وان شاء الله تنزل خمس درجات ست درجات ممكن توصل هي بدقة من 245 متوقع لها كمرحلة تانية 240 ونتمنى ان شاء الله تقل عن كده وتوصل لمتين سبعة وتلاتين الغربية يا شباب 233 يعني ممكن تنزل اربع خمس درجات يعني ممكن توصل لمتين تمانية وعشرين ونتمنى طبعا ان شاء الله انها تقل عن كده اما عن بنسويف بنسويف من المحافظات اللي بتقل حاجة بسيطة يا شباب هي بدقة من 233 متوقع لها 230 الاليوبية 230 متوقع انها تنزل خمس درجات او ست درجات ممكن توصل لمتين اربعة وعشرين اما عن الاسكندرية هي بدقة من 220 متوقع لها برضو تنزل حوالي 7-8 درجات ممكن توصل لمتين واثناشر نجي بعد كده يا شباب ليه الشرقية بدقة من 240 متوقع السيناريو بتاع السنة اللي فاتت السنة اللي فاتت 240 ثم 228 يعني نزلت 12 درجة كمرحلة تانية تمام كده وبعد كده نزلت 3 درجات 225 وبعد كده 223 فمتوقعين السيناريو ان شاء الله السنة دي بالنسبة للشرقية 240 ثم 228 ثم 225 ثم 222 ان شاء الله اما عن الاسماعيلية 144 متوقع لها 234 كفر الشيخ 254 متوقع لها 244 ممكن تنزل 10 درجات اما عن اينة 258 متوقع لها 250 هي بتنزل بحوالي 6-7 درجات تمام كده اما عن المينيا 224 متوقع لها 218 الدي اهلية 249 متوقع لها 242 الفيوم 230 متوقع لها 225 اما عن ضميات شباب 233 وممكن تنزل وممكن تنزل 3 مراحل المرحلة الاولى 233 متوقع لها 228 ثم 225 وان شاء الله بقية المحافظات هيكون نفس الرنج وتوقعوا ان شاء الله ان بقية المحافظات هيكون فيه الساعات القليلة القادمة بامر الله عشان الناس هتقدم وكل واحد يعرف اذا كان هيقدم فيه السنوي العام او غير السنوي العام ما تنسوش يا شباب ان على القناة بنتكلم على المدارس التكنولوجية وغير المدارس التكنولوجية بنتكلم على تخصصات كتير ومستقبل هذه المدارس ومدارس السياحة والفنادق وكمان تخصصاتها المختلفة على فكرة المدارس التكنولوجية برضو ليها كليات وليها معاهد وليها تنسيقها يعني ان شاء الله من الصناعية او من المدارس التكنولوجية تقدر تخش كليات الهندسة عن طريق معادلة ممكن تخش كليات تانية زي الكليات التكنولوجية الجديدة كليت التعليم الصناعي تمام كده يا شباب التكنولوجيا والتعليم الصناعي عندك معاهد كتير معاهد هندسية عندك معاهد صناعية تبقى وقتك لكلية الهندسة عندك حيات كتير 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 بس طبعا انا وجهة نظري الثانوي العام افضل من ده كله لسبب واحد ان مجالات الثانوي العام كتير كليات وكتير المعاهد كتير تخصصتها كتير تلادر تخش ان شاء الله كليات مختلفة التخصصات على حسب بقى مسياتك طبعا عايز يعني تقدر فيه الثانوي تخش علمي تخش أدبي علمي طبعا في علم علوم في علم الرياضة ده لكليات وده لي كليات يعني حاجة كتير ومجالات كتير ربنا وفقك يا شباب عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والشير وأسفل الفيديو كانوات التليجرام وجروب الفيس شرفني بالانضمم فيهما كان معكم مستر أحمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته